اشتركوا في القناة ويقصد بها بالنسبة للمناطق الأخرى أو الجهاد الأخرى من المملكة السحروية سابق الحقوق السحروية سابق الحقوق وعن أمو تمتعين بالحقوق لما كانت تاريخية التي كتسبوها عمرت السنين لهذا اختيارنا لها أننا هي منطقة يعني يمكن أن نقول أن نعدي الموفي العنف ضد المرأة العنف الجسمي واللفدي بالخصوص ربما ما كانش واحد تمكين قصي صديقوي ولكن عندها واحد المجال كبير دير الفقوق قتمتع بها داخل الأسرة ديالها وداخل البيئة اللي هي قد عيش فيها الهدف منه الرسالة منه بأننا بغينا نبينه تلك الحقوق التي تتمتعوا ديال المرأة السحروية خصوصاً وأن الخضواء كانت تتبق على باقي جهات المملكة المغربية حقاً كنا واحد المكسب قويف على مستوى القوانين ومستوى الممارسات ولكن ما زال هناك عدة إشكالات كتسبح على مستوى الحقوق النسائية لفي مدونة الأسرة لفي القانون الجنائي قانون الشغل قانون الجنسية يعني عدة قوانين نقشنا ما هو عن المستوى المبادئ السورية ومبادئ الكونية وما هو جهوي له الطابع الجهوي في منطقة العيد طبعاً الآن مرأة السحراوية كانت تبق على القوانين خضعة القوانين الوطنية يعني هنا نفسها خضعة القانون مدونة الأسرة خضعة للقانون الجنائي جميع القوانين ولكن ما يميز المرأة السحراوية وهذا تمييز خاص لها وأنها تثبت واحد المكانة داخل الأسرة وحد الحماية الأسرية من عند الرجل السحراوي هذه الحماية الأسرية أعطى سمكنا خاصة ونعتقد أن المساني البسيط جداً هو أن المرأة المطلقة في العيون هي مرأة الصداق ديالها هو أكثر من المرأة اللي تزوج لأول مرأة وهو شيء يعني بالنسبة لي نحن في باقي جهات المملكة المرأة المطلقة كتفقد القيمة ديالها في المجتمع ديالها ببسالي كان حسر وصرت أدركة أن نبع لشتلقات على هذا خلف كبير كائن ما بين منطقة ما بين جهة العيون وباقي جهات المملكة هذا كمثال يعطي ترك فيه تمييز للمرأة الصحراوي القيمة اللي عندها هذا الفعلان هذا النقاش القانوني اللي دار أنه وإحنا ما عدناش خصاص فأعلى مستوى القانون بالعكس عندنا فائد في النصوص القانونية ما هم ما الإشكالات التي تطرح على مستوى النمارسات ومستوى الثقافة ومستوى الأشخاص والإنسان بالتالي أنا ترون في النقاش تم قادرة واحدة نقطة مهمة ترها ممتدة من الوزنان الجهوية أنا لقد خير حضر معنى السوسيولوج لنقش معنى حالات إجتماعية خاصة نحن عندنا قانون كل ما علش عدنا الممارسة عدنا مدونة أسرة وأكد كالقاو قاديات كيحكموا حكم ما فينش إنصاف المرأة علشة الثقافة علشة الممارسة علشة الإشكالات وإحنا قانون مكساب القانوني كاين يكفي واحد الآليات صغيرة هناك تطرح إشكال واش إشكال ثقافة واش إشكال صغيرة عقليات واش غير المسؤولين على اتخاذ القرار واش حصل السياسة عمومية واضحة لإعطاء المرأة التمييز لها وهناك نشو الترحوة من بعد الإشكالات للطرحات هو المرأة في الوظيفة العمومية المرأة في الوظيفة العمومية ووظيفة العمومية لن تميش بين المرأة وراجل عندهم نفس الأجر ولكن عندما تسوى الواقع النساء اللي كيوجدون المراكز المسؤولية ما مكيفوتوش عشر فاصيلة السب المائة والمداراء المديرات ما كيوصلوش حسل فاصيلة ربعة في المائة هذا الليش كيدون هو الناق واش مكنينش كفاءات كانين كفاءات نسائية واش مكنينش فرص كانين فرص ولكن لماذا تحاسب المرأة على المسؤولية ديال البيت وديالأولاد وكي يتملاء هذه المرأة من كيف نعطوها المسؤولية غدا يكون عند حتياجات أسرية هذه المراكز الترفع العاطفة ما تقودش غرارات لذلك هذا النقاش عام اللي كيحلينا كان نقولوا بأننا محاشنا غيره غير القانون القانون الوحده غير كافي يعني حاسي تغيير أجيال والثقافات وعقليات وممارسات هي التربية وهذه هي عقلية الدكورية بحداتها لماذا؟ لأن التربية لأن ديك المرأة اللي عندها هاد العقلية في البيت دياله تربت على التمييز ما بينها وبين الأخذها لو بتسالي تربت على الأفضل يلي الدكر وليس للي الأنسة وحنا كنا نلاحظو حنا في الأوصار أن مثلا هيري البنس من الصغر هاي يدعني الحك في علاج الحك قدرت لأنه يطبعت على العقلية الدكورية وليس لما تشعب إنها التفعل الدكر وليس لأنها تفعل الأنسة ثم نقوم بإيطار السربية وتقال بإيطار من حاجات العقلية نحنا ندوح من الأطفال ونصدر أجيال لتغير هاد الفكر اللي كيندوح أما المستوى القانوني هاي كالاس، لا مكنوا هيكفي أننا نقضوا قرار سياسي ونضعوا الإشكالات التقنية على مستوى القانون تحل ولكن المستوى الثقافي والسوسيولوجي والاجتماعي هذا خاص نقاش وخاص فترة زمنية مهددة من المسائل القوية اللي أنا كنت أفعله التمكيل الاقتصادي أو ما يسمى الاستقلال المالي للمرأة الاستقلال المالي للمرأة أول حاجة أنه كيحفظ لها كرامتها كيحفظ لها أن تأخذ قرار أنها تأخذ قرار في واحد العلاقة معينة فيها علون في مثلا أو في هذا تأخذ قرار لي للمشي بسبب اقتصادي أو بسبب مالي أو لأنها خاصة ما عندهش المعيل أو 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 تمكيل الاقتصادي كيحفظ لها كرامتها داخل المجتمع وكرامتها داخل البصرة هذا عنش كأنه أنا الدولة خاصة تبدل من جهود مضاعف هذا ما يعنيش أنا منكسب ديش مجهود يكسب ديش مجهود ولكي المجهود مضاعف باش تنقض عدد من النساء من الهشاشة والفقر حيث يستطيع حمي وأولادهم ويربي وأولادهم ويربي وإجيال قادرة أن يتستمر في المجتمع ديان